حوار مفتوح ببساط أحمدي طلبة المدارس ورئيسة جمعية الأطفال أولا هو مكتب اليونسيف بمصقى أعتلت طلبة منصة الحديث لتبرز القضايا التي توثر على مستقبل الأطفال والشباب عامة حوار جاء في اليوم العالمي للطفل الاحتفال بيوم الطفل العالمي أولا سعدته بطلبة وطالبات المدارس المشاركين معنا طبعا أثاره مواضيع جدا مهمة منها حقوق الطفل والدراسة الجامعية والعمل التطوعي ودمج ذوي الاحتياجات في المجتمع والمجتمع المدرسي هم طبعا مستقبل عمان أهميتها طبعا نحن نتعلم منهم نفهم منهم نأخذ من آراءهم وأفكارهم لكي نحن كجمعية أهلية نتقدم ونقدم لهم كل ما هو مفيد وخاصة في مجال حقوق الطفل الجلسة ركزت على الخطوات اللازم اتباعها لدعم مستقبل أفضل للأطفال في سلطنة عمان والحديث عن دور الشباب في رؤية عمان عشرين أربعين والعمل التطوعي وترسيخ مفاهيمه في فكر الطفل ما سمعناه اليوم من الأطفال أشياء جد مهمة تتعلق بحقوق الطفل وأيضا التعرف على هذه البلد عبر أطفالها وتحدثنا عن رؤية عمان عشرين أربعين والنمو المتوقع في مختلف القطاعات نحن كواجهة طلابية اختصصنا اليوم بعدة مواضيع من ضمنها المواضيع المستقبلية لذوي الاحتياجات الخاصة ولنا نحن من فئة الشباب من الطلاب الثاني عشر أو الدبلوم العام فقد شملنا الابتعاثات والوظائف المختصة بسوق العمل وتوضيحها لنا أحلام فجر الخروصية تبعثوا على التفاول تحدثت في الحوار عن فئة الأطفال ذوي الإعاقة نحن سنكون أبطال عمان مستقبل عمان وإضا كثير عن عمان ونحن نكون قائدين لعمان فلذات الأكباد هم من سيصنعون المستقبل وبفكرهم سيتقدم الوطن وسيكون كما يريده أبناء عمان حوار مركز ينم عن إدراك واسع لطلبة المدارس بما يدور حولهم من قضايا مجتمعية وتساؤلاتهم ذهبت إلى المستقبل وأدوارهم في تحقيق أرواء الوطنية لا سيما في قطاع التعليم وحقوق الطفل من مكتبة الأطفال العامة فارس بن جمع الوهابي مصقوق ترجمة نانسي قنقر